خلينا نروح لقرأة كاس مصر الاهلي في مشواره في كاس مصر هيبدأ بدولة 32 هيقابل ان شاء الله منتخب السويس انتوا عارفين طبعا دولة 32 بيبعوا عبارة عن 32 فريق 18 فريق من الدولي الممتاز وبيضاف عليهم 14 فريق من باية الاقسام خلينا استعرض مع حضراتكم مشوار الاهلي في طريقين طبعا الطريق الاول طيب الانداء اللي موجودة من البيت الاقسام يمكن دي اللي ما تعرفوهاش هم عندنا شبان اينا عندنا نادي لا فيينا عندنا بترولا سيوت عندنا فريق النجوم مصرية صلاة سك حديد قالو ايجبت منتخب السويس شرقية دي كيرنس بروكسي رايا الرياضي والحمام فمطروح وطلع على الاسطود دولة 14 فريق اللي جايين من الاقسام الاخرى نضيف عليهم 18 فريق اللي يلعبوا في الدولة الممتاز يبقى عندنا 32 فريق الطريق الاول طريق الاول هيلعب فيه الزمالك في مواجهة بروكسي فاركو هيواجه المصرية للتصالات السيراميكا كليوباترا هيواجه دي كيرنس المقاولين العرب هيواجه الحمام مطروح طلع على الجيش هيلعب مع الشرقية البنك الاهلي مع شبان المسلمين بيانا واتحاد سكندالي مع سكة الحديد وبيراميدز مع رايا الرياضي طريقنا احنا سكة النادي الاهلي بقى ان شاء الله بإذن الله زي ما قلتلكم هنبدأ مع منتخب السويس عندنا الداخلية واسوان عندنا المصري وبيترول قسيوت حرس الحدود غزة المحلة الاسماعيلي والنجوم امبي امبي واسموحة مجموعة قيلة بردو مجموعة قيلة بس ان شاء الله الاهلي لا هي قصة الكاس الحقيقة السنة دي يعني انا مش عارف بصراحة كان الله في عم مستر كولر وكان الله في عم اللعيبة يعني بإذن الله لو قدر لنا ان احنا نلعب نوصل للفاينال بتاع دوري الابطال هيبع عندك اربع مطشاط دوري ابطال افريقي وهيرتبط على تتويقك بإذن الله باللقب مباراة سوبر افريقي مع بطل الكونفيدرالية اللي خرج منها فيوتشر وابيرمت ادي خمس مطشاط مباراة قرية بإذن الله ان شاء الله يعني وعندك سوبر مصري اللي جاي ده ادي ست مباراة وعندك اربعتاش او تلتاشر مباراة في الدوري المصري ادي عشرين مباراة ده موسم ده الاهلي قدامه موسم لسه احنا رحيين لموسم واللعيبة مطالب منها انها تبزل اقصى مفوسعها وتحقق كل الالقاب وتكسر الدنيا يعني كان الله في عون كولر وكان الله في عون اللاعبين وهنا مش عارف الحزبة تكون ازاي بصراحة رغم انه انا بتهالي انه حتى التدوير ما بقاش بالشكل الكبير يعني مستر كولر في فترة من فترات كان فيه تدوير مستمر وكل مباراة بتشوف اوراق جديدة لكن في الفترة الاخيرة فيه حاسس انه التشكيل اعرب بقى للسبات يعني قلمة بدعي اصابة يعني بتشوف اسم او اسمين ممكن يتغيره في كل مباراة لكن هو قادم لا محال ما اعتقدش انه استنزاف طبعا للعيبة وخصوصا انك داخل على مطشات مهمة وكلها ببطولات لو فزت بدوري الابطال دي بطولة لو لعبت سوبر افريقيا دي بطولة سوبر مصري بطولة وبالتأكيد الدوري المصري بطولة وبالتأكيد كاس مصري بطولة فبالتالي انت تكلم على خمس القاب انت بتلعب بتنفس على خمس بطولات اشتركوا في القناة